شعب بوان في بلاد فارس هو أحد منتزهات الدنيا عند أهل الأدب فتجد الكثير من الأشعار التي وردت فيه وهو شعب خضرته تمتد من الرجان إلى النوبانذجان وهو من محاسن الدنيا لما فيه من أشجار ومياه جارية وأصناف الأزهار وأنواع الثمار وفيه تسمع مختلف نغمات الطيور والأنعام وغير ذلك من المخلوقات وفيه أشجار عظيمة جدا تقع تحتها المجالس كانت تأتي جماعة فتختار شجرة تنشد تحتها الأشعار فيحل السمر ويطول وقد يختارون لكل سمر شجرة لكثرة الأشجار وتعدد محاسنها لذلك كان بعض السمار ينقش على أشجار الشعب بعض ما جادت به قريحته من شعر فروا بعض الأدباء أنه وجد شجرة من أشجار الدلبي في الشعب بوان وقد حفر شاعر في جذعها قوله وقد ذكر المبرد أنه وجد شجرة من أشجار الشعب منقوشا عليها إذا أشرف المحزون من رأس تلعة على شعب بوان استراح من الكرب وألهاه بطن كالحريرة مسه ومضطرد يجري من البارد العذب وطيب ذمار في رياض أريضة على قرب أوصان جناها على قرب فبالله يا ريح الجنوب تحملي إلى أهل بغداد سلام فتنصبي وبالمناسبة الشعب بوان هذا هو الذي قال فيه المتنبي قصيدته المشهورة التي مدح بها عضد الدولة البويهي مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان إلى أن يقول منازل لم يزل منها خيال يشيعني إلى النوب انذجان إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القياني ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إلى بياني وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان علقوا لنا رجاء ببعض ما تروونه من شعر قيل في الشعب بوان هذا تحية طيبة اشتركوا في القناة